اشتركوا في القناة وكان في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصراحة يعني كان ايدنا على قلبنا لما شفنا المشهد وتمنينا انه السلامة للجميع وكان فيه تساؤلات انه شو اللي صار وكيف سيارة بتدخل على مسجد وشو صار بالنعم وشو صار بالشخص اللي كان مباشرة تحت الباب الحمد لله كان فيه توضيح بعد هيك نعم يعني بعد هيك كان فيه توضيح من يبدو احد العاملين في المسجد او الامام فيعني طمنا انه الحادثة كانت نتيجة يبدو غيبوبة او دوخة سكري او كذا والشخص اللي كان في السيارة الحمد لله بخير وانه الشخص ايضا اللي كان في المسجد الحمد لله اصابته خفيفة جدا يعني استطاع انه يتدارك الامر الحمد لله ربنا ادار ولطف الحمد لله على سلامة الجميع وبنتمنى الكل ينتبه اثناء الصيام خاصة زي ما حكى الدكتور مرضى السكري اللي بشعر حاله انه بلش يتعب او انه لا سمح الله ممكن انه يدوخ او يدخل بغيبوبة فورا يتناول افطاره بعد الرجوع طبعا للاطباء ومراجعتهم ورجوع للفتوى طيب هذا كان اختيارنا الاول والحمد لله على سلامة الجميع بدنا نروح لخيارنا الثاني اللي هو كان حول يعني ما يجري في القدس مشاهدينا يعني دائما هذا المحتل الغاصب ينغس على اهل القدس عباداتهم وصلواتهم ومواسم الطاعات خاصة في رمضان المشاهد اللي امامنا هي لاعتداءات المحتل على المقدسيين او المتواجدين في المسجد الاقصى وفي صورة لشاب انتشرت كتير هالشاب كان يدافع عن نفسه بقوة وتم وصفه انه من الابطال والاشاوس لانه ابدا ما يعني زي ما بقولوها بالعامية ما حطواطل للجنود وظلوا يقاوم فيهم لاخر لحظة يعني بنوجه تحية لا اهلنا في القدس وفي باب العمود وفي كل مناطق واحياء القدس وندعو الله عز وجل ان يرفع عنهم الغمة وان يتقبل منهم صيامهم وصلاتهم وثباتهم وصبرهم على هذا المحتل الى ان يزول قريبا ان شاء الله طيب الفيديو ايضا او ما تم تداوله ايضا فيديو لمسن كان ايضا يتم الاعتداء عليه في مدينة القدس وهالمسن كمان دافع عن حاله وبعد هيك كان فيه له صور والدماء تنزل من رأسه ويبدو معه كمان سيدة هي بنته او زوجته الله اعلم ايضا يعني كلنا يضع نفسه في هذا الموضع ويشعر بمشاعرهم ويدعو لهم ان شاء الله بالنصر القريب طيب يعني احنا الان هذا ما تم يعني اهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يعني وكان اخرها من القدس يعني الاهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يجري في القدس بشكل خاص ومتابعة جدا خاصة من الشباب لما يدور هناك والاعتداءات على الاهل في القدس ومقاومتهم وثباتهم والاعتقالات والاقتحامات الليلية وكل ذلك لذلك يكثر تداول مثل هذه الاخبار على تويتر وعلى الفيسبوك وايضا على الواتساب طيب بدنا نروح مشاهدين لسؤالنا على صفحتنا وسؤالنا كان على صفحة بيتكم عامر هل تفضلون صلاة الترويح في البيت أو في المسجد والرجال في المسجد القريب أو السيدات اللي بيحبوا يصلوا في المسجد هل بتصلوها في المسجد القريب أو إنكم بتروحوا على خيارات أخرى ولو كان بعيد المسجد بنروح مثلا على صوت الإمام على الهدوء في المسجد على النظافة على أمور كثيرة على حد بده يعطي موعظة أو درس فكانت الأجوبة مختلفة وتم التفاعل صراحة مع هالسؤال نبدأ باستعراض إجاباتكم بدنا نروح لدعاء صغير قالت كل عام وإنتوا بخير أفضل الصلاة في البيت وذلك بسبب أصوات الأطفال وركضهم في المسجد والله معاكحة يعني هو الواحد بيروح للصلاة عشان هيك يشعر بالخشوع ويسمع القراءة الجميلة فإذا بيكون في أطفال وإزعاج صراحة أنه يعني ما بيستمتع في الصلاة ولا بيكون فيها خشوع مع طبعا الله يحفظ أطفالنا لكن ليس مكانهم المسجد إلا إذا كانوا هاديين وبدنا نعودهم على المساجد طيب سمية ياسين بتقول حاليا في المنزل بسبب الأطفال الله يخلي لك إياهم يا ربي ويحفظهم ويكبروا ويسيروا شباب وتقر عينك فيهم حنين الناصر بتقول صلاة الترويح بالنسبة للنساء فيها فوائد منها كسب الوقت والجلي ما بيخلص لاحقين عليه بس نروح وبصراحة اليوم رحت على مسجد الحارة للأسف ما ركزنا من أصوات الأطفال بالرغم من جمال صوت الإمام كان عبارة عن حضانة وتقبل الله والطاعات والله معك حق يا حنين يعني عن جد الأطفال الله يخليهم يحفظهم بس ليس مكانهم المسجد وصلاة الترويح خاصة إذا كانوا مزعجين يعني بنتمنى على الأمهات إنه إذا أطفالكم مزعجين وبتسببوا بأنه الناس ما تخشع في الصلاة إنه يعني تضلوا في البيت وتصلوا في البيت وصلاتكم مقبولة وصلاتوا المرأة في بيتها يعني خير من صلاتها في مسجدها هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب في عندنا خيارات وردة سرداح بتقول بالمسجد أكيد والواحد بتشجع مع الجماعة برضو كمان في ناس اللي ما عندهم أطفال أو اللي يعني سهلة وصولهم للمسجد أو بيحبوا أجواء المسجد كمان تتشجع مع الجماعة معك حقية وردة إن شاء الله بتضلي وردة إن شاء الله وربنا يتقبل طيب هبة أبو الشيخ بتقول أكيد بالمسجد الهادي وصوت إمام رائع وكلمة طيبة لأنها أيام قليلة ويتمنى المرأة أن يستغلها بالخير والدعاء والخشوع تقبل الله طاعتكم منه ومنكم يا هبة وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم وأكيد صوت الإمام يعني بيدعو للخشوع لما بيكون صوت جميل وقراءته بتكون سليمة وبيراعي أحكام التجويد وبخفف شوي على المصلين طيب منال جابر بتقول بحب أصلي في البيت أهدى وبراحتي أكتر أنا بضم صوتي لصوتك يا منال والله أنا كمان بحب الصلاة في البيت صراحة بخصص زاوية وبكونوا هم راحوا على الصلاة والواحد رأى لصلاته بصليها بكل أريحية الله يتقبل منك يا منال مأمون درويش بقول بكل تأكيد إحنا في شهر رمضان وشهر القرآن الكريم والعبادات من الضروري التفكر بآيات الله بسماع صوت جميل بآيات الله وخشوع بالسماع يتحاكى بآيات الله وخشوع بالسماع حتى وإن بعدت المسافة وكذلك سماع درس وموعظة قصيرة فليست السنة كلها رمضان مسجد الكيال يبعد كثيرا لكني أرتاح جدا بالصلاة خلف الشيخ حمزة الفار تحية إلك يا سيد مأمون وللشيخ حمزة الفار وقالله يتقبل الطاعات وإن شاء الله في ميزان حسناتك يعني الأجر على قدر المشقة الله يتقبل أختنا عايشة عياصرة نحن كعائلة نصلي في المسجد وننتقي المسجد لأنه رمضان روحانيات معك عايشة الله يتقبل إن شاء الله منك ومن عائلتك ويحفظكم جميعا يعني في ناس آه بتروح كعائلة على المسجد أم سالم صغيرة بتقول رمضان كريم وكل عام وأنتو بخير بتروح على المسجد القريب الله يتقبل منك يا أم سالم ونتمنى تدعو لنا بهالشهر الفضيل وبتختار مسجد قريب كمان حتى ترجع بسرعة على البيت لأنه بيكون فيه شغل في البيت تحية لأم سالم ولكل المتابعين اللي تفاعلوا معنا بها الفقرة وبنتمنى لكم إن شاء الله صلام وصيام مقبولين ورمضان إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات هيك بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم نتمنى تكون فقراتنا نالت إعجابكم بكرة إن شاء الله ستكون معكم زميلة إيرانيا دروزة وموضوع جديد تابعونا على صفحتنا لحتى إن شاء الله يكون فيه تفاعل وحتى تعرفوا شو موضوعنا لبكرة أنا ما بدي أحكي عشان تروحوا على الصفحة وتحطوا لايك ومتابعة واتابعوا موضوعنا لبكرة إذن مشاهدين وصلنا إلى نهاية برنامجنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة